موسيقى هذه واحدة من مزارع الفلفل الأحمر أو ما يسمى البسباس باللهجة المحلية في محافظة الحديدة في تموز من كل عام يبدأ المزارعون ببذر بذور الفلفل ويستغرق ذلك مدة تصل إلى خمسين يوما ثم بعد ذلك تستخرج الشتلات ويتم زراعتها في الحقول الخاصة بها وتستمر فترة النمو حتى انتهاء الموسم في نيسان معظمهم في ناس درقوا مبكرين من غسطس وناس من سبتمبر والأكتوبر سبتمبر والأكتوبر هو برضي عندنا لها الطاقة الشهادية من الشر المزارعين تزراع فيها من أقود المعصير بسباس وينتق فيها انتاء كبير من أبرز يعني ينتق مساحات هكتارات يعني في المنطقة وينتق الأطلان من المعصير بس أمية تصفيق لا يمكن التصفيق في المنطقة مزارعون في الفلفل في تهامة كما هو حال المزارعين في كل اليمن يعانون من غلاء الوقود وارتفاع أسعار البذور والمبيدات والأسمدة وغياب الدعم الحكومي الأمر الذي يعرض مزارعهم للتلف وعدم النمو نتيجة حاجة الأرض إلى الري على مدار الموسم أنا معي زهب وأزرعه يا بس لذي مثل ديزل ولا قدرنا نصل عليه نحن نركبه يا بس ونركبه يا بس ونركبه يا بس ونركبه يا بس ما نهب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دي نصيب حنا ولا في دعم من واحد يدعم حني أن ننضر إلى الله عز وجل وعلى الرغم من أن الفلفل يعد من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا بعد البصل في الساحل التهمي إلا أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي أسهمت في ارتفاع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وسط غياب الدور الفاعل لمكتب الزراعة في مساعدة المزارعين وتلمس احتياجاتهم